من المبادرات المهمة جداً اللي بتحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري هي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ المبادرة دي شوفناها مبارح في احتفالية عيد العمال اللي حضرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرضت أربع نماذج للمشاريع اللي دعموها لحد ما أصبحت مشاريع كبيرة قائمة بذاتها وبتنتج وتوفر فرص عمل كتير بالإضافة لتوفير السلع والمنتجات السوق المصرية علشان الهدف الرئيسي هو تقليل فطورة الاستراد طبعاً المبادرة ابدأ من المبادرات المهمة جداً يمكن اتكلمنا عنها كتير في صباح الخرية مصر المبادرة دي انطلقت من سنتين وتحديداً في أكتوبر 2022 بتوجيه من سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي علشان تشتغل على ثلاث حاجات مهمين وهم توفير فرص عمل للشباب توصين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاسترادية اعتقد ان المبادرة نكحت خلال السنين اللي فاتت ان يتحقق المعادلة الصعبة دي لان الارقام بتقول ان المبادرة اشتغلت على 84 فرصة استثمارية صناعية نكحت كمان في تنفيذ 23 مشروع منهم كمرحلة اولى بتكلفة استثمارية بتصل ليه 62 مليار و 500 مليون جنيه بسانة استكمال لنجاح مبادرة ابدأ اللي كان لها اثر كبير جداً في السوق المصري وفي الصناعة المصرية تم الاعلام بارحها خلال احتفالية عيد العمال عن اطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر ده بيعتبر اول صندوق صناعي متخصص في الاستثمار الصناعي جو مصر هدفه الاساسي هو تقليل الفاتورة الاسترادية وزيادة الصادرات وهيتم ترح الصندوق في البورصة المصرية ان شاء الله بقيمة تصل حوالي 2 مليار و 500 مليون جنيه ابدأ هي مبادرة وتجربة مهمة جداً جداً قدرت انها تحقق نجاح على ارض الواقع اديهم في ايد المشاريع الصناعية بشكل مستمر عشان كده قدرت انها تكون جزء مهم واساسي في استراتيجية الدولة لتوصيل الصناعة مرة تانية بنسبح لحضراتكم و اهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر